مع مناقشة ضربة أمريكية جديدة على سوريا تبدأ التوقعات بقائمة الأهداف على الأرض فالضربة الأمريكية الثانية يتوقع أن تكون أكثر شمولية مطار الشعيرات في حمص قد يكون هدفا مكررا بعد تعرضه لتسعة وخمسين صاروخ طومهوك أمريكي العام الماضي كذلك قاعدة حميميم الروسية باللاذقية وغيرها من القواعد العسكرية السورية المنتشرة في حماه وحمص والساحل إضافة إلى نحو تسع قواعد في دمشق وبالنظر إلى قدرات الولايات المتحدة فإنها تمتلك مجموعة بحرية قتالية في البحر المتوسط تتنوع بين صواريخ بعيدة المدى وعدد كبير من المقاتلات النفاثة المنتشرة في الخليج علما بأن سياسة القصف الصاروخي ستكون الخيار الأكثر احتمالا لكن فرنسا إن انضمت إلى الهجوم فيمكن لطائراتها ضرب الأهداف السورية بعد إقلاعها من المطارات الفرنسية كما أن بريطانيا يمكنها شن هجمات مماثلة من قاعدتها القريبة في قبرص مقابل هذا يخصص النظام السوري ميزانية دفاع سنوية تقدر بمليار وتسعمائة مليون دولار تتكون قوته الجوية من 265 طائرة هجومية بينها 30 مقاتلة حربية و24 طائرة هليكوبتر هجومية و57 أخرى متعددة القدرات صواريخ الدفاع السوري القديمة لا تزال تشكل خطرا فهي تطير أسرع من الطائرات الحربية الحديثة كصاروخ S.A.5 عمره 45 عاما وهو الذي أسقط طائرة F-16 إسرائيلية ناهيك عن نظام S-400 المتطور الروسي الموجود في سوريا منذ أكثر من عام الذي يشكل تهديدا قاتلا لأحدث الطائرات في العالم نغم ربح العربية